اهلا بكم معنا طلاب وطالبات صف الثالث الاعدادي وحلقة جديدة من حلقات مادة العلوم تحت اشراف ورعاية وزارة التربية وتعليم النهاردة هنبدأ في الوحدة التانية وكان في الحلقة السابقة عملنا مراجعة تطبيقية على ما تم دراسته في الوحدة الاولى بالكامل النهاردة هنبدأ في الوحدة التانية وهي بتتكلم على الطاقة الضوئية الطاقة الضوئية ولاد في الترمي ده جيبنا جزئين بيتكلم عن المرايا والعدسات الجزء الاول بيتكلم عن المرايا وهنبدأ ناخد انواع المرايا وهي المرايا المستوية والمرقاة المستوية والمرقاة المقعرة والمرقاة المحدبة وهناخد ازاي تتكون الصورة وصفات كل صورة فيهم خلينا النهاردة نقول ان في البداية هبدأ اتعرف على بعض المفاهيم والمفاهيم والمعارف اللي ليها ارتباط بوصف المرايات فنقول ان النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم على استنتاج قانون الانعكاس واحنا كنا خدنا قبل كده في المرحلة الابتدائية فكرة عن الضوء وبرضه في تانية اعدادي واتكلمنا عن انعكاس الضوء وعرفنا ان الانعكاس واشعة السقطة والاشعة المنعكسة النهاردة هناخدها وهنرسمها مع بعض علشان نعرف الصورة اللي بتتكون في المراية بتتكون ازاي فهنبدأ حلقتنا بنشاط عن استنتاج الانعكاس الضوئي ونتعرف على انواع المراية زي ما قلنا وبنتعرف كمان على الصورة المتكونة بواسطة المرآة المستوية انعكاس الضوء علشان افكركم به زي ما اخدنا قبل كده بقول ان انا لو جيت بسيط لسطح ماء ساكن زي بحيرة او مية ساكنة بحيرة نهر وعلى ضفافه صورة او مبنى موجود او شكل من الاشكال بلاقي ان صورة بتاعة المبنى او المكون اللي موجود على شاطئ هذا النهر او هذي المياه الساكنة بلاقيها بتنعكس على المية فبشت لقي صورة المبنى ده او الشكل ده زي ما احنا شايفين كده صورة الجبل التلجي بالاشكار كلها هي كمان موجودة على سطح الماء ففي الحالة دي انا بقول ان سطح المياه الساكنة اللي هنا عندي في البحيرة دي او في النهر ده عملت وكأنها سطح عاكس فكوين لي صورة زي ما احنا شايفين الكمان اللي بيكوين لي صورة اللي هي المراية المستوية وطبعا كلنا عندنا مرايات وعايز اقول اكتر حاجة بنقف قدامها هي المراية تمام فبصت لقي صورتك بتتكون في المراية احنا بنقول ان الظواهر دي ان معنى ان صورتك كلها تظهر او صورة اللي احنا شايفينها بتاعة الاشجار والجبل اللي بين على سطح المياه ده ده بنسميه انعكاس الضوء او هذه الصور تكونت بسبب انعكاس الضوء وظاهرة انعكاس الضوء طيب تعالوا مع بعض نبدأ نشوف كده احنا هنتكلم على انعكاس الضوء بيحصل ايه وايه تعريف انعكاس الضوء الاشعة الضوئية لما بتسقط على جسم مسقول وليكن زي المرآة والمرآة بتتميز بان هي جسم لامع وكمان جسم املس فبيبدأ ارتداد للاشعة الساقطة على هذا السطح تمام لما بيقبله فلما يجي عرف يا ولاد انعكاس الضوء هقول ان هو ارتداد الاشعة الضوءية الى نفس الوسط عندما تقابل سطح عكس عندي سطح عكس بدأت اشعة بتسقط عليه فبترتد الاشعة لنفس الوسط تمام وهنشوف دلوقتي مع بعض لما نرسم على البرد ونشوف ازاي السطح العكس وازاي يعني ايه في نفس الوسط يعني الكلمة دي هنوضحها بالرسم وهنشوفها في التعريفات اللي جاية زي ما انا قلت كده مفيش مفاهيم مرتبطة بالانعكاس الا هنتعرف عليها النهاردة ان شاء الله يبقى التعريف زي ما خدناه قبل كده هو ارتداد الاشعة الضوئية الساقطة على جسم عكس او على سطح عكس واحنا قلنا قبل كده من صفات السطح العكس ان هو بيكون سطح املس وكمان ناعم ومثال لي عشان يحصل انعكاس منتظم كامل ليظهر الصورة كاملة ووضحة زي ما احنا بنشوفها في كل ملامحها بنقول ان هي مثال عندي زي المرآة يبقى ازا انعكاس الضوء هو ارتداد اشعة الضوء الى نفس الوسط وسط السقوط عندما يقابل سطح عكس طيب قبل ما ادخل على قوانين الانعكاس تعالوا نعرف الاول يعني ايه شعاع ساقط ويعني ايه شعاع منعكس وازاي هبدأ زي ما قلتلكم كده هرسم قال لي علشان نتكلم على الصورة المتكونة وعلى صفات الصورة المتكونة هنبدأ ندخل ونشوف اصلا هي الصورة بتتكون ازاي طيب قال لي قبل ما ابدأ اوريلك حالات الصور بتتكون ازاي وفين ومكانها ايه وهنرسمها طبعا كلنا مع بعض ان شاء الله هنيجي نقول تعالوا ناخد بعض المفاهيم اللي مرتبطة بعملية الانعكاس طيب ايه هي المفاهيم اللي عندي عندي شعاع بسميه الشعاع الساقط وهنا ياولاد الشعاع الساقط بيمثل ايه بيمثل بيمثل الاشعة الضوئية اللي بتنزل لو انا عندي مصدر للضوء بيسقط اشعة ضوئية تمام او من الشمس جايبالي اشعة وبتسقط على الايه على الجسم الاملس او سطح العاكس اللي هو المرآة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة اه كمان ايه هو العمود المقام وايه كمان الشعاع المنعكس تعالوا مع بعض كده نشوف احنا هنرسم دول ورسمناهم ازاي وايه هو العمود المقام اللي عندي الشعاع الساقط منقوله انه هو خط مستقيم بيمثل الحزمة الضوئية الساقطة على السطح العاكس ويلامسه عند نقطة السقوط تعالوا مع بعض نرسمها ونشوف موضع الشعاع الساقط فين والشعاع المنعكس ورسمته ايه وبما ان انا هعرف ارسمه اكيد هعرف وعرفه هعرف التعريف بتاعه لاني انا بايدي اللي رسمته وعرفت مكانه على المرآة او على الرسمة بتاعتي تعالوا بينا يلا بينا تعالوا نرسمها ونرجع تاني كم دلوقتي هنرسم مع بعض كده ونشوف اولا انا برسم المرآة ازاي لما يبقى عندي سطح عاكس انا باجي ابدأ ااخد تعالوا ناخد كده المسطرة وهبدأ اعمل اجي السطح العاكس بتاعه اوكي هبعد المسطرة كده طيب لما برسم المرآة دايما اولاد هنعمل شرط كده تحت لأسفل عشان اقوله ان السطح العاكس اللي عندي ده مرآة واحنا عارفين ان المرآة بيبقى ظهرها مصمط مش شفاف يعني مش بينفس الضوء لان الضوء بييجي هنا ويقف طيب انا قلت اتفقت معاكم ان انا هجيب عندي ادي شعاع ضوءي ساقط زي ما احنا شايفين كده شعاع الضوءي الساقط احنا قلنا سواء كان من مصدر ضوءي او سواء كان من الشمس ضوء انا مفتح شباك بستقبل ضوء من عندي طيب احنا اتفقنا قبل كده في بداية دراستنا للضوء ان الضوء بيسير في خطوط مستقيمة اذا تمثيل الاشعة الضوءية بيبقى في شكل خط مستقيم طيب اعرف منين ان ده شعاع ساقط بابدأ احدد السهم لأسفل ده دليل على ان هذا الشعاع بيسقط على السطح العاكس اللي عندي احنا قلنا لما بيسقط شعاع ساقط فبسميه هنا كده الشعاع الساقط بسميه وبحدده علشان اعرف مكانه دو حلو اتفقنا ان لما بتسقط اشعة ضوءية على سطح املس بتبدأ ترتد تاني اي تنعكس طيب تعالوا ناخد المستقيمة بتاعتنا ونشوف احنا هنبدأ نعمل هذه الخط بتاعنا اهو هترتد الاشعة الساقطة زي ما احنا شايفين هذه الشعاع الساقط بتاعتني اضبط بس المستقيمة معاكم عشان يبين لنا احنا هو بيبقى ساقط اهو تمام زي ما احنا شايفين هحدد الشعاع الساقط وكتبت اسمه هاجي هنا اقول ان لما ساقط على جسم مرآة فبدأ ينعكس ويرتد فيبدأ اعمل السهم الاعلى دليل على ان هذا هو الشعاع تمام المنعكس وبدأ احدده عندي على الرسمة برضو تمام طيب فيه هنا نقطة طلاقي او في النص ما بين الشعاع الساقط وشعاع المنعكس بقول ان انا بقيم هنا عمود كده بسميه العمود المقام وهنتكلم عنه وهنفسر كل حاجة دلوقتي اوكي طيب ادي العمود المقام بتاعي يبقى تاني انا لما حب ااجي يقول ان تلوقتي عندي سطح عاكس وبدأ اشعة تسقط فبرسم الشعاع الساقط على المرآة حددت سطح المرآة الاملس بيبقى الفوق والشرط اللي تحت دي بتقول ان الجزء اللي تحت دون اللي هو الجزء المصمت او اللي هو الجزء الاسود اللي بيبقى جود في المرآة فالسطح العاكس الاعلى الشعاع الساقط بسهم الاسفل والشعاع المنعكس زي ما احنا شايفين وهنا العمود المقام تعالوا نعرف كل واحدة منهم تمام ونبدأ نشوف قانون الانعكاس هنستنتجه ازاي من خلال هذه الاشعة اللي احنا تعرفنا عليها يبقى احنا هنا تعرفنا على بعض المفاهيم الشعاع الساقط الشعاع المنعكس والعمود المقام وهنا سطح المرآة اللي هو الجسم الاملس نرجع تاني مع بعض عندي تعريفات لكل من الاشعة الساقطة فبيقول ان هو خط المستقيم اللي بيمثل الاشعة الضوئية اللي بتنزل على السطح العاكس وبيلمسه عنده نقطة السقوط فبقول ان هو خط مستقيم يمثل الحزمة الضوئية الساقطة على السطح العاكس ويلمسه عنده سطح المرآة وزي ما انتم شايفين عندك السلايد هنا او واضح قدامنا ان فيه ادي المرآة المستوية وحاطت الشرط لتحت علشان يحدد ان السطح الاملس لاعلى اللي هو سطح المرآة اللي هيسقط عليه الاشعة لاعلى أما الجزء دوان فهو جزء معتم الشعاع المنعكس هو كمان لي تعريفه هو خط مستقيم يمثل الأشعة الضوئية المرتدة أو اللي رجعت أو اللي انعكست عن السطح ويلمسه عند نقطة السقوط وبرضو وضح السهم إلى أعلى زي ما احنا شايفين بين شعاع الساقط والعمود المقام عندي زاوية الزاوية دي بسميها زاوية السقوط تمام وبنسمي زاوية السقوط دي هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام الزاوية اللي في النص ما بينهم الاثنين دي هي دي زاوية السقوط زاوية الانعكاس هتبقى فين أكيد هتبقى في الجزء الثاني اللي هو جهة الشعاع المنعكس فتبقى هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع المنعكس والعمود المقام لما يجي سؤال ويقول لي ما معنى أن زاوية السقوط بتساوي أربعين درجة زاوية السقوط بتساوي أربعين درجة قال لي يعني زاوية السقوط اللي هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام بتساوي 40 درجة شايفين الرسمة عندي طيب لو جينا حبينا نشوفها كده ونرسمها أو نعرف احنا قلنا ايه عندي شعاع ساقط والسهم بتاعه زي ما احنا شايفين اتجاهه الى جهة السقوط والمنعكس زي ما احنا شايفين كده ادي الزاوية كانت بيها 40 اهي وبزهرة قدامي زي ما احنا شايفين هي دي الزاوية دي لما اجي اقول لي بقى تعرفها ايه هقوله ان هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام قانون الانعكاس بعد شوية اللي هناخده هيبدأ يقول لي الزاوية دي بنقيمها ازاي او قيمتها ازاي او بتتعرف ازاي خلي بالكوا في حل المسائل برضو للزاوية السقوط والانعكاس لانه هو احيانا في المسألة بيجي يقول لي هاتلي انت زاوية السقوط وزاوية الانعكاس برضو زي ما عملنا فاكرين في قوانين السرعة والكلام ده كله وربطناها بحيطة الرياضيات هنا برضو هنربط شوية بالرياضيات وقوانين الرياضيات اه انا دلوقتي بيقول لي قانون الانعكاس هتحققوا ازاي هتعرف منين قانون الانعكاس هو الضوء لما بينعكس فيه قوانين بتحكم هذا الانعكاس ايوه عندي قانونين بيوضحولي ويفهموني قانون الانعكاس للضوء او انعكاس الضوء ده فبيقول ايه اول قانون عايز يقول زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس طب انت هتعرف الكلام ده ازاي او ثباته ازاي قال لي احنا هنجيب ورقة بيضة زي اللي موجودة في الرسم قدامنا وهجيب مرقاة مستوية هعملها على وضع رأسي فوق الورقة يعني كده هحط الورقة بتاعتي كده وحطه فوقيها المرقاة زي ما احنا شايفين كده تمام وهجيب المصطرة بتاعتي واسقط شعاع على المرقاة وابدأ اقول انا هرسم هنا الشعاع الساقط وحدد له نقطة وهورهالكو على الرسمة بعد شوية بعد كده طبيعي ان هذا الشعاع هيسقط فهيبدأ يظهر صورته جوه ويبدأ يعني ايه مش هعمله بقى انا مفروضة ان انا ارسم المنعكس طب هرسم المنعكس ازاي قال لي طيب مش انت شايف صورة الدبوس او المشبك اللي انت حطيته برا اللي هو مرسوم من هنا عندي مكتوب عليه دال تمام اهو اوكي على نفس مستوى الصورة اللي بتظهر عندي في المرقاة خط خط موازي ليها كده تمام هو ده الشعاع الايه المنعكس اللي هيبقى عندك طيب هعمل ايه بعد كده قال لي بما انك رسمت الشعاع الساقط والشعاع المنعكس اكيد هنرسم طبيعي العمود المقام واحنا قلنا ده احنا بنحطه علشان نقدر نميز ما بين الالتقاء الجسمين على السطح المرقاة يبقى هنا هجيب منقلة وابدأ اقيس الزاوية اللي عندي فين اللي هي ما بين الشعاع الساقط وما بين العمود المقام تعالوا ورهالكو تاني على الرأس واحدة واحدة كده وخطوة خطوة علشان تقدر توضح لك وتقدر تفهمها معايا كويس تمام وبعد كده نرجع نقول القانونين بينصوا علي وقالنا هنستنتج مع بعض قوانين الضوء للانعكاس وعندي قانونين تمام طيب تعالوا نرجع تاني نرسم نفس الرسمة اللي رسمناها قبل كده وهي ادي المرآة بتاعتي متفقت ان انا هعمل السطح العاكس الاعلى فبالتالي بحدد السطح الاسفل ده ملوش لازم اعمل شرط كده هيخد شعاع السقوط عندي اهو زي ما احنا شايفين وهيبدأ السهم الاسفل زي ما قلنا علشان تعرفوا ان ده الشعاع الساقط ولازم نحدد عليه الشعاع الساقط وقلنا الشعاع الساقط هو خط مستقيم بيمثل الحزمة الضوئية او الأشعة الضوئية الساقط تمام طيب بصوا بقى الحتة دي عايزة اشحالكو بس كده وفصل لك كده انا هرسم ده رسمتيه ازاي هعتبر ان دي الورقة البيضة بتاعتي وان انا جبت المرآة وحطتها بشكل رأسي على الورقة البيضة دي حال وروحت جايب المصطرة ورسمت الخط اللي انا رسمته ده تمام هاجي هنا وحط مجبك كده ولياكل مجبك ده دال اوكي ولياكل مجبك ده دال تمام طيب مفروض دال دي هتظهر ليها صورة هنا صح طيب انا ايه اللي بعمله مفروض ان الخط ده هيظهر كده جوه المراية صورة المدى وتيجي هنا برضو عندي الحتة دي اللي هي دال اللي ظهر ببرة دي انا بعمل ايه بقى بروح جايب المصطرة بتاعتي واقول له الخط ده تعالا هنا هو كده هو امتداد ليه بالزبط شايفين ادي دالة هيه على نفس ايه المستوى وروح راجع بواخد الخط التاني اللي هو ارتداد الشعاع الضوئي زي ما احنا شايفين اهو كده انت تصورتها لاني خد بالك المراية دي زي ما انا قلت الجسم مصمت مش شفاف فالصورة جوه في خلف المرآة فانا مش هقدر اوصل لها وارسمها الا زي ما بقولك كده بالطريقة اللي احنا شايفين فيبقى هنا باجي احط المشبك ده وحط ده وابدأ هنا ابدأ اقول له اه يبقى في الحتة دي بكمان المشبك التاني او دال التاني اللي انا علمته زي ما احنا عارفين طيب ناقص ايه هنا عندي على الرسمة اتفقنا ان انا لازم اعمل العمود المقام اللي هو بيبقى عمودي على السطح العاكس من التقاء النقاط اللي احنا شايفين وهنا الشعاع المنعكس اوكي طيب انت لما رسمت بقى عندك هنا زاوية اوكي والزاوية دي الزاوية دي تمام يا ولاد الزاوية دي زي ما احنا شفنا كده اوكي زي ما شفنا كده الاولانية اللي هي رقم واحد جبت المنقلة واستها لما جيت حطيت المسترة وشفت صورة دال وجيت رسمت الشعاع المنعكس طلع زاوية عندي تانية واستها كل مرة هقرر فيها مع تغيير موضع دال وابدى ااخد الخط المنعكس او الشعاع المنعكس ده هلاقي عندي كل مرة زاوية السقوط اللي هي التقع هنا دي دي اسمها زاوية السقوط ليه زاوية السقوط؟ لان هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام ده العمود اللي ايه؟ المقام طيب زاوية الانعكاس هي الزاوية المحصورة ما بين حتة دي اهيه؟ ما بين الشعاع المنعكس والعمود المقام كل مرة هيس فيها الزاوية دي والزاوية دي هلاقي إن زاويتين بيتساوي لذلك جه القانون الأول عندي في الانعكاس وقال إيه؟ قال إن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس التفسير اللي ظهر دلوقتي هو تفسير النشاط الموجود عندك في كتاب المدرسة بتاعك اللي هو بيقولك إزاي تقدر تعمل أو تقدر تقيم تجيب زاوية السقوط وزاوية الانعكاس وتحقق القانون في التساوي إن أنت بتجيب المشابك دي وتحطها أنا وصلت لك الفكرة على لو أنت حابب وإنت قاعد في البيت دلوقتي تعملها وترسم هتطلع معاك وهتقيس الزاوية وهتلاقي الزاوية بزبط إيه؟ متساوية ويبقى أنت اشتغلت النشاط بتاعك عملي وطبقته عندك برضو في الإيه؟ لو أنت عايز تعمله عندك في البيت عملي أوكي؟ تعالوا نرجع مع بعض ونكمل ده يبقى لما يجي يقولي نشاط أنت بتحقق بيه قانون الانعكاس عرفنا النشاط بتاعي بتعامل إزاي؟ تمام؟ طيب قال لي يخضع قانون يخضع الضوء في إنعكاسه لقانونين القانون الأول اللي احنا قلناها وقلناها اللي هي زاوية السقوط بتساوي زاوية الإنعكاس طيب القانون الثاني لو لاحظنا في الرسومات بتاعتنا هنلاقي إن الشعاع السقط والشعاع أجيب لك بس كده إيه؟ صورة الشعاع السقط والشعاع المنعكس تمام؟ أهم الشعاع السقط والشعاع المنعكس والعمود المقام كلهم في وسط واحد لهم أعلى المرآة زي ما احنا شايفينه إحنا حددنا سطح المرآة ورسمناهم فهم كلهم إيه؟ في وسط واحد يبقى ما بيسقط الشعاع ويرتد بيرتد في إيه؟ في نفس الوسط يبقى القانون الأول إنعكاس زاوية السقوط بتساوي زاوية الإنعكاس القانون الثاني بيقول إن الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعا في مستوى واحد اللي هو فوق المرآة وفوق السطح العاكس تمام؟ وإيه كمان؟ قال لي تقع في مستوى واحد عمودي على السطح الإيه؟ العاكس عمودي على السطح العاكس طيب بيقولي ماذا يحدث عند سقوط شعاع ضوئي عاكس عموديا على السطح العاكس؟ إيه اللي هيحصل لو في شعاع ضوئي سقط بشكل عمودي على السطح العاكس؟ طيب يبقى تاني كده مع بعض أنا عايز دماغك تبقى مركزة شوية موضوع جديد علينا ولسه أول مرة ندرسه موضوع المرايا دي عشان نفهم السور وكلام ده فقلت أنا عندي الأشعة الضوئية لما بتسقط على سطح العاكس بتانعكس فسميت شعاع ساقط شعاع منعكس وسميت كمان العمود المقام اللي احنا بنعمل به بنقوم به من نقطة التقاء السطح العاكس بالأشعة الساقطة وبنقول ما بينهم النحية دي زوية السخوت ناحية الشعاع الساقط وزوية الانعكاس ناحية الشعاع المنعكس تمام كده؟ وقلت كلهم القانون التاني بيقول إن الشعاع الساقط وشعاع المنعكس والعمود المقام بيقعوا فيه مستوى واحد عمودي على السطح العاكس؟ حلو الكلام؟ طيب لو جي بقى الشعاع ده ونخلي بالك لما بيسقط بيسقط بميل وفي زاوية طيب لو جي بقى في الحالة دي أفو الصورة اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي دي شعاع الساقط الساهم الأحمر اللي قدامك ده والشعاع المنعكس أنا عملهم لك ساهمين منفصلين كده لكن هو مفروض إن الشعاع خط كامل بس أنا عايزة اكتميز ما بين الإيه؟ إن الشعاع الساقط على المرآة بشكل عمودي الشعاع الأحمر ده وارتد برضو عمودي اللي هو الشعاع الموف اللي باين عندك في الرسمة على الشاشة دلوقتي ارتد في نفس الاتجاه عمودي على السطح العاكس برضو قال لي الله معنى كده إن لما بيسقط الشعاع بشكل عمودي بيرتد تاني على نفسه آه بيرتد تاني على نفسه لإن في الحالة دي بتبقى زاوية السقوط وزاوية الانعكاس بتسوي صفر يبقى لما ييجي يقول لي ماذا يحدث عنده سقوط شعاع ضوء عاكس عمودينا على السطح العاكس هقوله هيرتد على نفسه لإن زاوية السقوط بتسوي زاوية الانعكاس بتسوي صفر مفيش زاوية هنا مفيش ميول مفيش ايه ميول للأشعة الساقط تمام يرتد على نفسه لإن كل من زاوية سقوط وزاوية الانعكاس بتسوي صفر طيب تعالوا مع بعض نتنقل إلى أنواع المرايا عندنا والمرايا المستوية وعندي كمان المرايا الكرية المرايا المستوية اللي هي موجودة عندنا في بيوتنا كلنا اللي بنشوف فيها شكلنا بشكل طبيعي ومساوي الجسمنا وهنقولها دلوقتي تمام أما لإيه بقى حكاية المرايا الكرية دي المرايا الكرية عبارة عن قطعة من المرايا بس متاخدة من كورة أنا هجيب مرايا بس عاملها كورة تمام القورة دي سطحها الخارجي كله سطح أملس زي المرايا بالضبط سطحها عاكس وهبدأ أقص حتة أخدها من القورة دي وأقص حتة من القورة وأخدها دي وهي دي المرايا بتاعت ودي المرايا بتاعت تمام وفي منهم نوعين يا أولاد النوع الأولاني المرايا المقعرة والنوع الثاني هي المرايا المحدبة وهنفهم أكتر طبعا يعني إيه مقعرة ويعني إيه مرايا محدبة طيب لما أبدأ أولا بالمرايا المستوية المراية المستوية اللي هي المراية العادية اللي موجودة عندنا في البيت اللي هي لا بتكبر الجسم ولا بتصغره مراية عادية خالص وقال لي تعالى كده حت ورقة وكتب في الورقة دي ألف به جيم وتعالى عند المراية حط الورقة بتاعت ألف به جيم دي وشوف صورته هتطلع ازاي ألا يعني دي ألف ناحية دي شايفين وألف ظهرة في المراية ازاي قال لي آه تعالى بقى ما أقولك خواص الصورة المتكونة صفات الصورة اللي انت شايفها قدامك دلوقتي هقوله أولا الصورة زي الصورة زي الجسم الحقيقي بالزبط مكتوب هنا ألف به ظهر الجوء ألف به مسكة بحتة بإيدي ظهر الجوء المراية برضو بإيدي بقى ظهر الصورة ايه مطبقة للجسم الحقيقي بالزبط فعشان كده بقوله ان خواص الصورة المتكونة في المراية المستوية أولا معتدلة رقم اتنين مساوية للجسم لا بتكبرني ولا بتصغر تظهر ايه مساوية للجسم ايه كمان قال لي معكوسة بالنسبة لوضع الجسم واخدين بالكو ها بتظهر الصورة جوة معكوسة بالنسبة لي وكأنك انت وقف بالمقلوب جوة واخدين بالكو ازاي طيب الصورة بتاعتي اللي موجودة جوء المراية بسميها صورة تقديرية يعني ايه صورة تقديرية يعني صورة ما ينفعش قابلها على حائل يعني ايه حائل ما تبقاش المراية هنا وانا اجيب مثلا قطعة من الكارتون او سطارة او اي حائل معتم وحطوا واعدوا حركوا قدام المراية فالصورة اللي في المراية تظهر لي هنا على الحائل ده لا كان في تجربة زمان كنا اخدناها واحنا في ابتداء كده في سنة خمسة كنا بيجيب صندوق ونقصه ونحط ورقة شفافة ونحط شمعة عند ثقب كده من جانب الاخر من الصندوق وكت تفضل تحرك الصندوق يمين وشمال فكت تقابل الصورة فاكرينها تظهر على الورقة دي ما كنا بيقولك فكرة عمل الكاميرا دي بداية دراستك للدوق فكان ده اسمه بالنسبة للصورة بتاعت الشمعة الجسم دي اسمه حائل ليه لانه قابل خيال الصورة على الورقة بتاعتي دي في المرايات ما عندهاش الصفة دي ما عندهاش خاصية دي لذلك بنقول ان هي صورة ايه تقدرية لان هي جو المراية تمام طيب بيقولي الصورة التقديرية هي الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل على زي ايه الحيطة او الكلام ده كله بعد الجسم عن سطح المرآة يساوي بعد الصورة عن سطح المرآة لو انا زي ما انا كده هقول قعدة كده هدنبكو هنا قدامكو كده تمام وبيني وبين المكتب ده مسافة ودي المراية بتاعتي طبيعي اني صورتي هتظهر في المراية اللي هي الشاشة اللي قدامي دي فهبدأ اقوله ان المسافة بيني وبين الجسم مسافة بيني وبين المكتب ده بتساوي المسافة بالظبط ما بين صورتي انا جوه المراية وما بين حرف المكتب يبقى هنا الصورة بتتكون على مسافة متساوية داخل الايه داخل المرآة علشان كده بنقول ان بعد الجسم عن سطح المرآة يساوي بعد الايه الجسم حتى انت ساعات كده وانت صغيرين تقفوا قدام المراية وتبدأ تقرب بالمراية تلاقي صورتك بتقرم تبعد عن المراية تلاقي صورتك بتبعد وتقعد تلعب اللعبة دي كده هي صورتك في المراية ببعد بينها وبين الجسم بيساوي بعدك انت عن المراية وخلي بالك بيجي لك مساء ليقول لك البعد بينك وبين المراية بيساوي 2 سنطي يبقى بينك وبين الصورة قد ايه اقول له يبقى 4 سنطي ليه 4 سنطي لان انا والمراية 2 ومن المراية لصورتي 2 سنطي يبقى من صورتي لي انا 2 و2 يبقوا لأيه الأربعة المسافة الكلية المستقيم الواصل ما بين الجسم والصورة يكون عموديا على السطح العكس فاكرين العمود المقام اللي احنا رسمناه على الصورة بتاعتي لما جينا رسمنا المرآة وشعاع ساقط وشعاع منعكس اهو بقى العمود الواصل ما بين الصورة والجسم بيكون عمودي على السطح العكس لما عرفنا صفات الصورة المستوية فقالوا حاجة محلوة قوي وعملوها وهي ايه ان عربية الاسعاف تظهر عليها كلمة اسعاف بالمقلوب كده مش احنا قلنا الصورة بتظهر معتادة لمساوي الجسم ولكنها بتبقى ايه عكس ايه الموضع الاصلي او عكس الاتجاه فيبدأ يكتب اسعاف من الشمال اليمين كده فيقوله ايه عشان العربية اللي جاية ماشية قدام عربية الاسعاف ويبص في المراية اللي في صالون العربية ودي مراية مستوية بتبين الاجسام بحجمها الطبيعي مليش جعب المراية اللي في الجنب المراية اللي في نص الصالون بتاع العربية يشوفها هتبدأ الصورة عنده تظهر له معدولة لما تظهر له معدولة أكيد هوسع السكة علشان خاطر عربية الإسعاف توصل للمستشفى أو لمكانها وتلحق مريضها بسرعة عشان كده بيقول لي بتكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارة الإسعاف أقول له لكي تتكون صورة في المرآة المستوية للسيارة التي أمامه فيراها قائد السيارات أو قائد السيارة مظبوطة فيبدأ يسرعه بإخلاء الطريق لها تمام يا أولاد يبقى احنا كده أخدنا النهاردة التعرف على معنى قانون معنى انعكاس الضوء والقوانين اللي بيتبعها انعكاس الضوء وهو القانون الأول زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس والشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام التلاتة يقع في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس وعرفنا أنواع المرايات قلت عندي المراية المستوية وعندي المرايات الكرية وقلنا الكرية هنعرفها ونتعرفها لأنواعها وهنرسمها برضو اتخذنا أولا المرآة المستوية وعرفنا أنواعها وعرفنا صفات وخصائص الصورة المتكونة في المرآة المستوية وقلنا معتدلة تقديرية مساوية للجسم بعض الجسم عن المرآة يساوي بعض الصورة عن المرآة والخط الواصل ما بين الجسم والصورة بيكون خط عمودي على السطح العاكس وكمان خدنا مثال انعكاس الصورة في المثال بتاع كلمة إسعاف اللي بتتكتب على العربية بالعكس بكده وصلنا لآخر جزء النهاردة في الحلقة بتاعتنا زي وهنكمل إن شاء الله مع بعض الأنواع التانية اللي هي المرايات الكرية اللي هي المقعرة والمحدبة ونتعلم مع بعض كمان إزاي نرسم الأشعة السقط عليها والأشعة المنعكسة ونبدأ نشوف خصائص الصورة هنا وخصائص الصورة هنا بشكركم باتمنى يكون درس واضح بالنسبة لكم وفكرة الدرس لإني موضوع جديد بدئين فيه النهاردة اتمنى يكون وصلكم بوضوح وشرح واضح واشكركم واشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية شكرا لكم